مهم ويتقال عليه انه مش جديد خالص على النادي الاهلي فكرة او مبدأ تجديد الدوافع يعني تبقى لسه مخلص بطولة افريقيا وحاصد لقبها ويدوب بعدها بكم يوم تبتدي تجدد دوافعك مرة تانية وتركيزك من جديد عشان حسم لقب تاني لا يقل غلاوة ولا اهمية عند كل الاهلوية في كل مكان احنا تقريبا كل الارقاب اكيد غلى بالنسبة لجماهير النادي الاهلي لكن الحقيقة بطولة الدولي بشكل عام والنسخة الحالية بتاعت السنادي بصفة خاصة لها خصوصية شديدة جدا ليه عشان اللقب ده كان غايب عننا بقاله سنتين دي حاجة ما بتحصلش مع الاهلوية غير كل عشرين سنة مرة الاهلي حاليا في المركز التاني بفارق نقطتين عن بيرامدز وبرصيد اتنين وستين نقطة وليه سبع ماتشات مؤجلة عشان الاهلي يحسم الدولي محتاج خمستاشر نقطة يعني محتاج يفوز في خمس مباريات من اجمالي او من اصل عشر مواجهات متبقية ليه في هديئة المسابقة تجديد الدوافع اللي بنقول عليه هو يعني شيء مهم جدا ليه بقى عشان الاهلي حيقابل فرق متباينة المستوى منها اللي عايز يحسن وضعه في ترتيب الجدول منها اللي هبط رسميا للدرجة التانية منها اللي عايز يهرب من الهبوط فبالتالي الفرق اللي بتكون في الحتة دي في المنطقة دي بتلعب يعني وهي مستأتلة او مستموتها من معنى الحرفي للكلمة من منطلق انه ما عندهاش حاجة اكتر من كده تخسرها وطبعا كل فريق بيبقاله طبيعة خاصة جدا لازم نستعدلها فنيا وبدنيا وكمان نفسيا بمنتهى الدقة عندنا اول مواجهة بكرا ان شاء الله قدام حرس الحدود اللي للأسف بالفعل هبط للدرجة التانية لكن لا يمكن الاستهدار به باي حال بالنحوال ولازم نلعب كل المباريات بهدف حصد نقاطها كاملة لاستكمال هذا الموسم الموسم الاستثنائي لفريق الكرة بالنادي الهلي بس هو الموسم ده يمكن حبعد عن الاهلي الشوان الاهلي الطبيعي بتاعه انه هو اللي يكون الحمد لله بيبقى متصدر دايما الدوري يعني او متصدر الترتيب بتاع الدوري باستثناء موسم او اتنين اللي حصل دروب فيهم لكن العموم هو ده او المتقالف عليه والمتعرف عليه هو ده بس الدوري السنائي دي برضو او الموسم ده كريم بغض النظر زي ما كتب اقول لا مختلف وانا عجبني فيه حاجة عجبني فيه ان انت او عندك اندية للأسف هبطت لك عندك اندية بتصعد عندك لعيبة في بعض الفرق ادروا ان هما ينوروا ادروا ان هما يخلوا الناس تشاور عليهم وده حاجة كويسة او ده مؤشر جايد ان انت بتتكلم عن تطوير الكرة المصرية لما جينا سمعنا المركاتو اللي فاتوا قلنا احنا ايه جا كم الصفقات اللي احنا بنسمحها ده فيه فرق عملت ما لا يقل عن 21 صفقة 21 صفقة جابت لك فريق وشوية من كل اللي بيحصل ده انا عايزة شوف منظومة قروية مختلفة متطورة كان فيه ثمار جايد بصراحة من بعض الصفقات وبعض التغييرات والمديرين الفنيين وبعض الخبرات الاجنبية يعني اللي استند عليها بعض الفرق فيه تغيير حصل وبالتالي اثر على ترتيب الجدول وشوفنا في نفس الوقت برضو فرق فعلا بتصعد ما كانتش لأسف موسم 2 و3 قبل كده قادر ان هي تحقق حاجة بلغة الارقام فده مؤشر الى حد كبير برضو نقدر نقول ان هو مؤشر جايد هم ننتظر ونشوفه احنا في الاول في الاخر اكيد لما بنتكلم ننكلم من منطلق ان احنا منركزين اكتر مع نفسنا مش مع غيرنا يعني النادي الاهلي بإذن الله زي ما انت كنت بتتكلم يا كريم بإذن المؤجلات السابعة بتاعته الخاصة بيه الدوري يقدر ان هو يحصل على النقاط كاملة يعني بإذن اللي احنا حاليا بترتبنا للدوري التاني عشان المؤجلات اللي عندنا طبعا بيرميد زون المتصدر ب64 نقطة ان شاء الله نقدر ان احنا في المباراة القادمة نقدر نوصل للمكانة الطبيعية بتاعتنا